بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومنينكان الصديقة عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهنيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته مفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدمي والازدهار وبعث سموه للعهد شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومنينكان الصديقة ضمنها سموه خالص تهنيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده راجع سموه لفخامته دوام الصحة والعافية كما بعث سموه شيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة ترجمة نانسي قنقر